أحسن الله إليكم يقول هذا السائل أختكم في الله فضيلة الشيخنا أدرس مسائي وأصلي صلاة العصر بالمدرسة وكانت القبلة خاطئة وأنا الآن لا أعلم كم صليت من صلاة على هذه الناحية فأفتوني مأجورين إذا كانت القبلة خاطئة بمعنى أنك لم تستقبل القبلة ولا الجهة التي فيها القبلة وإنما أنت منحرفة عن القبلة بظهرك أو بجنبك الصلاة غير صحيحة لفقدانها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة أما إذا كان الانحراف يسيرا لا يخرجك عن الجهة التي فيها القبلة فالصلاة صحيحة والحمد لله وعلى الأول الذي انحرف عنها انحرافا كليا عليه أن يعيد الصلاة لأنها غير صحيحة وإذا كان يجهل عدد الصلوات فإنه يقدرها ويعمل بالأحوط في تقديدها والذي صلى في البلد على غير القبلة ويقول لنا اجتهدت ونقول هذا ليس محل للاجتهد عندك ما يدلك على القبلة عندك المساجد عندك المحاريب عندك الناس تسألهم عن جهة القبلة نعم